استعراض وينسر بروكرز نود أن نعرفكم خلال هذه الحلقة من استعراضاتنا التعليمية والتحليلية على شركة وينسر بروكرز التي تعمل كمزود للخيارات الثنائية هذه الشركة القبرصية التي يعود تاريخ أنشطتها إلى عام 1988 بدأت عملها كشركة صغيرة تتمتع بخمسة موظفين فقط بينما أصبحت شركة رائدة في منطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2007 هذه الشركة تعتبر عوامل نجاحها في هذه المنطقة في إطار أسواق المال والأعمال في المنطقة لثلاثة عناصر رئيسية ألا وهي عبارة عن تطور الإنترنت السريع على المستوى الدولي تقدم خدمات التداول بشكل أونلاين في قبرص وكذلك عضوية ليمسول في الاتحاد الأوروبي في عام 2004 هذه هي الصفحة الرئيسية لموقع الشركة الإلكتروني وهي مليئة بالمعلومات المطلوبة التي تفيدكم في عملية التداول توجد هناك معلومات فيما يتعلق بمركز تعليم متكامل يعود إلى الشركة وأدوات التداول فضلا عن شركاء لهذه الشركة في هذه الصفحة يتسنى لكم أن تلقوا نظرة على بعض الميزات التي تحظى بها الشركة فعلى سبيل المثال إنها مرخصة لدى هيئات رقابية معتمدة عالميا مما تجعلها مؤهلة للعمل في أرجاء المعمورة هناك السرعة في إنجاز عمليات التداول أو إبرام الصفقات فضلا عن أدوات التداول فعلى سبيل المثال تقدم سبعين نوعية من أنواع العقود المالية كما توجد هناك ميزات أخرى للشركة تتمتع بفريق دعم الزبائن والذي مستعد على مدار الساعة لتقديم المساعدة خلال خمسة أيام في الأسبوع شركة وينسر بروكرز مرخصة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصة القبرصية فضلا عن كونها مرخصة من قبل مؤسسة FCA سلطة السلوك المالي في المملكة المتحدة وكذلك أنها مرخصة في دول عدة مثل فرنسا وألمانيا وبما أنها مرخصة لدى ميفيت قانون توجهات الأسواق المالية في دول الاتحاد الأوروبي فإنها مؤهلة للعمل في أنحاء أوروبا والعالم إن شركة عضوة أيضا في الصندوق تعويض المستثمرين هذه الصفحة تطلعنا على معلومات فيما يتعلق بتداول الخيارات الثنائية Binary Options كما تلاحظون هناك معلومات في هذا الصدد تداول الخيارات الثنائية في مجال السلع أزواج العملات المؤشرات والأسهم كما تلاحظون هناك إمكانية شراء خيار Call فضلا عن خيار Put كما تلاحظون في هذه الصفحة هنا يتسنى لكم أن تقوموا بفتح حساب في هذا المجال وأما هذه الصفحة تعرفنا على أنواع حسابة التداول المعتمدة لدى الشركة والتي تتضمن الخيارات الثنائية أيضا هذه الصفحة تعرفنا على أساليب الإيداع والسحب المعتمدة لدى الشركة هنا على سبيل المثال فيما يتعلق بعملية الإيداع تشاهدنا باقة متنوعة وشاملة من الطرق المتنوعة مثل بطاقة الإئتمان والعملات الإلكترونية فضلا عن التحويلات المصرفية هنا على سبيل المثال بطاقة Mastercard وفتح الحساب أو الحد الأدنى للإيداع وفقا لهذه البطاقات عبارة عن 100 دولار أمريكي وأما الحد الأقصى فإنه عبارة عن 5000 دولار أمريكي هنا يتسنى لكم أن تلقوا نظرة على أساليب السحب لدى الشركة بطاقات الإئتمان، تحويلات مصرفية والعملات الإلكترونية مثل Skrill وكذلك Neteller وأما فإن الصفحة الأخيرة تتضمن معلومات الاتصال بالشركة كما تلاحظون الدردشة الحية وأرقام الهواتف وعنوين البريد الإلكتروني العائدة إلى الشركة وهنا عنوان مكتب الشركة في قبرص أعلى الشاشة هناك توجد قائمة اللغة المعتمدة لدى الشركة والتي تتضمن العربية أيضاً اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة